إلى جانب الدور الكلاسيكي لمرتزقة الفاغنر الروسية على الأراضي الليبية على مستوى المشاركة في المهمات العسكرية السرية وزيادة حدة الاقتتال والفوضى في مناطق الثروات النفطية لليبيا توجد أيضا مهمات أخرى تخفى عن الليبيين حتى ولا تقل أهمية عن الدور العسكرية المسلح بل وصلت إلى حد الترويج لبروباجندا الحرب بين الليبيين وحسب معطيات استقتها أخباره الآن من تقارير صادرة عن دوسيه سانتر وبروجيكت تفيد بأن مرتزقة الفاغنر الروسية المرتبطة بيفجيني بريغوجين أشهر وأقرب رجال الأعمال إلى رئيس الروسي فلاديمير بوتين أسست جهازا إعلاميا على مواقع التواصل الاجتماعي يلعب دورا دعائيا في الساحة الليبية المعلومات المستقاطة أخبار الآن من المركزين الروسيين تؤكد أن دور روسيا العسكري في ليبيا أوسع بكثير مما تم الإبلاغ عنه حتى الآن فإلى جانب العمل العسكري لمرتزقة يافجيني بريغوجين كشفت المعلومات المحصلة أن عناصر الفاغنر تعمل أيضا على تنظيم عملية دعائية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتحكم في اختيارات الرأي العام الليبي وذكر التحقيق الروسي لأن العمل الإعلامي للفاغنر في ليبيا جاء بتعليمات من يافجيني بريغوجين طباخ فلاديمير بوتين السابق أبريل نيسان الماضي وهكذا يبدو أن الروس ليسوا مستعدين للتسلح في ليبيا فحسب بل أيضا للعمل في العلاقات العامة في محاولة لإزكاء الصراع بين الفرقاء الليبيين وفي هذا الإطار كان الدعم المادي لقناة الجماهيرية التي انقطعت عن العمل خلال انتفاضة 2011 وستؤنف بثها في عام 2012 لكنها عانت من التوقف المتكرر بسبب انعدام الدعم المالي وعن دور الفاغنر الروسية في منصة التواصل الاجتماعي الليبيا أنشأت الفاغنر ما لا يقل عن 12 مجموعة وصفحة مختلفة على الفيسبوك تعمل في وقت واحد لترويج لفرقاء متعاردين وبالنظر إلى طريقة الترويج تشير المعلومات أنها نفس الطريقة التي اعتمدتها روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016